من هو الأوفر حضا وخصوصا أنه في مواصفات وضع أكثر من طرف وأيضا حزب الله بالنسبة لرئيس الجمهورية المقبل نحن أولا هل المتجهين إلى فراغ بعد 31 تشين الأول ومن هو الأكثر حضا أو قبل الفراغ شيء وبعد الفراغ شيء أنا تقديري في فراغ في شغلة كثير أساسية كنا عم نحكي أنا وأنت مبارح أنه المسيحيين ما انتخبوا الرئيس بالرئيس ونفهم ما فيه مرشع غيره ما بدون ينتخبون غيرا نذكر أنه المسيحيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية بالانقزام بالبلد قوة وكتائب وهتا يعطني حور ما لقوا ولا سنة بالبلد يسموه لرئاسة الحكومة يعني شو هيدا 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 عرار لا عم توقع كأنها موجهة صحوب الطائفة الإسلامية ككل وشي عوصنة طب انه ليش عم يعملوا هيك بالبلد ما فيه ولا سنة طب يسموا أي حدا ما عندهم ولا اسم ولا مسلم بيسوى لا رئيس مجلس ولا رئيس حكومة طب المسيحيين هيك تعاطوا مع انتخابات الرئاسة الثانية والثالثة هيك عم تبرر اللي صار ووضع رئيس تحديد رئيس مجلس النواب 13-20 هذا الخميس وبعضهم مقصر و14 أي اوف شو بعضهم مقصر يعني شو هو انتقام مش انتقام ما هو لما بتصير الأمور انكيات يعني هيدا انكاية من الرئيس بربي مش انكاية هيدا حقه بيحدد الجلسة باليوم اللي بيعجبه وما عجبه وما ينزلوا على الجلسة يعني ما فيه نصاب وربما ما فيه نصاب بس انه فيه فيه توجه ان عزالي بلش يطل من جانب المسيحيين بلبنان ككل هيدا مش تفصيل على اختلاف انتماءاتهم هون وهونيك وبالنص كلهم ما بقى شايفين حدا ليش كلهم ما بيسوا اللي الدراية ولا أجهدها مختلفة بدا نقاش عميق بدا نقاش عميق مع بكركة بدا نقاش عميق بمراكز الدراسات والأبحاث طبعا رايحين المسيحيين بلبنان ما شايفين حدا بالمرة بعدين خلينا نحكي على المرشحين التغييريين نعم قال التغييريين ما بدون حدا مثل ميشيل معوض باعتباره ابن باد سياسي ومحسوب على طرف نعم ما هيك؟ نعم طب قال بدون يسموا زياد بارود وصلاح احنان ونصيف حتي مزبوط؟ قبل ما نفوض بالرئاسة تعليقا على موضوع الترسيم وتعليق من الزميل أدم شمس الدين وفعلا هذه المعلومة صحيحة على الالف وخمسة وقتل كنت عم تحكي على الالف وخمسة أوفد السنيورة الرئيس السنيورة مدير النقل البري عبدالحفيظ القيسي عقب روس طبت النقطة رأم واحد يعني نقطة واحد اللي هي تنازل كلي مش 23 ومع صح كانوا مخطئين بحكومة الرئيس السنيورة وبحكومة الرئيس مئاتة عملوا أخطاء تاريخية بالخط رأم واحد وبعدين اللي قدر جابه الرئيس بري قربنا على خط هوف وبعدين قربنا على الخط 23 طبعا أخطأوا أخطأوا بعدم التوقيع مع أبروس وأخطأوا هذه تفاصيل تقنية بالسياسية هلأ مطرح تاني متراجعين إلى 15 سنة إلى وراء أخطأت الحكومات اللبنانية المتعاقبة اللي وافقت على الخط واحد ووافقت على الترسيم اللي مان مضى ومان حض بالأمم المتحدة بطل معنا كثير وقت بي برئاسة الجمهورية باختصار إذن عندنا جلسة نهار الخميس الأرجح أنها تتجه إلى عدم اكتمال النصاب ولكن رح هي عقدة الرئيس بري من هو الأوفر حظا ولأي درجة من الممكن الاتفاق على اسم من التغييريين اللي طرحينهم مثل ما كنت عم بتقول زياد بارود نصيف حد الجنرال فراغ هو الأوفر حظا لأنه التغييريين الترحين مع احترامة للأسماء زياد بارود وصلاح أحنان نصيف حد نعم مشهود إلى هيدا الأسماء نعم مشهود إلى ب طبعا 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 بس كمان إذا بديك تجي تفصف سي الأسماء بيطلع معك مثل ميشال معوض كمان محسوبين أنه صلاح أحنان وين ما بتقدر تحطه بمحل صلاح أحنان وزمان بعيد وهو نصيف حد مين حطه بالحكومة مش اللي شكلها الحكومة حزب الله ومشيل عون وزياد بارود مع احترامي لأله ومحبتي لأله وهو الأصلح يمكن لهذا الموقع لأس الجمهورية نعم بس كمان إذا بديك تفصف سي بتلاقيه يترشح مرة مع تيار الوطن بس ما فينا نرجع لوراء مشهود معوض أيضا طب ترجع وما فينا نرجع لقبل 19-19-19-20 بدي أعرف الطايم لاين اللي بيسمحولنا فيه النواب التغييريين نرجع فيه قد فينا نرجع يقولوا لنا بيرجعوني من ميشيل معوض لوقت بيو أنه بيو كان رئيس وممنوع أرجع أربع سنين مع صلاح نان أو خمس أو سنتين مع نصيف حتى ما يقولوا لنا قد فينا نرجع بس لنقعد إحنا ونسمع لهم يعني أنه هني بيحطوا أسماء لا حطوا معيار ولا حطوا برنامج نظيف بلا فيه في معايير موزولة أجابوا واحد سنين أدي على كل قيمته أنه هو غير متورط بالفساد وبرجع بعيد خالتي غير متورطة بالفساد بنجيب خالتي على رياس الجنهورية بدي أقول شغلي بس بالنهاية هني مشهود لألون بأعمالهم أنا من بيناتهم بعتقد الوزير السابق زياد برود هو الأصلح نعم لصيرته الزاتية بشكل عام رغم الخطأ الانتخابي اللي ارتكبوا مرة واللي هو بعتقد مواخذ نفسه عليه بالترشح على لوائح جبران بسيل بس جلما لا يخطئ هو الأصلح هذا الخطأ ولا فترة إشكال ترابلوس واللي وقش رفري في هذا الخطأ اللي كان نقطة بالنسبة لا لا بعتقد هو الخطأ الوحيد أنه ترشح مع العونيين بدي أقول شغلي بالآخر ايه لأنه بدنا نختم من هو الأوفر حضا هل قائد الجيش هو الأوفر حضا هلأ الجنرال فراغ لاحقا بعد الفراغ قائد الجيش ما في حدا غيره عنده حظوظ جدية بالمطرحان بس عم بيفاوضوا عليه الحزب هلأ بدون أدمى فيه ياخدوا منه ضمانات بأنه ما يكون بعيد عنه كتير نعم أنه يكون بالنص لا نشوف بدي أقول شغلي خاصة بالوظائف بقطر نعم الموقع اللي عمله وزير العمل وزير حزب الله في الحكومة مصطفى بيرام أنه ترك الداتا مفتوحة قدام الناس نعم داتا اللبنانيين المحتاجين إلى عمل اللي فاتوا يقدموا نعم هيدا الخطأ انضم لمجموعة أخطاء هلأ تراجع عنهم بارح بالليل صح بس ما هن الأمن وهن ما لازم كان ينتبهوا هيدا انضم لمجموعة أخطاء فيه مليون سيفي تقدمت نشرنا بموقع أساس نعم نقلا عن مصدر أمني رفيع أنه فيه مليون سيفي أقدموها اللبنانيين بآخر ثلاث سنين إسرائيل على الأقل تعمل على عشر تلاف سيفي من هول لتجنيدهم وأوقفت شعبة المعلومات حتى الآن المئات وبحسب مصادر أمنية تحتاج الشعب إلى سنوات لإنهاء العمل على المئات الأخرى وربما الألاف اللي جندهم العدو الإسرائيلي بهاي الفترة بوقت وزير حزب الله بالحكومة عم يفضح الداتا طبع اللبنانيين وكل أجهزة الدولة غايبة عن هذه النقطة لأمن المعلوماتي طبعا اللبنانيين مهم جدا نعم وهو يقارب في خطورته الأمن العسكري والأمنة لأن هذه المعلومات هي أبواب الدخول لما بعرف اسمك ومنطقتك وين ساكنة وقدي عمرك وقدي بتقبضي وين اشتغلته هلأ أتراجعوا عنها بهذه الخطوة على أمل أن داتا راحت راحت على إسرائيل العسكرية عم تظهرون أنه هيدا ما بيعرفوا هيدا ما كان معه خبار وهيدا ما عمل شي كتير مهم وهيدا دق الوزير الفلاني وهيدا دق النائب العلتان ما بق معنا أبدا ولكن بالختم كنت عم تتحدث عن معلومات ستن يعني عندكنيها أو تحديدا العلاقة بالترسيم أو بمفاوضات ما في حكي عن دور مباشر لقاء مباشر البسيل مع الإسرائيليين نشر به هيئات رسمية بإسرائيل هيئات البس ولكن نفيه صحيح نفيه نفيه بس أنه هذا الكلام من مصادر يعني عليمة برا هذا الكلام ربما يكون مظبوط يعني ربما يكون لكن هذا اتهام خطير لا هو نفيه يعني ما في ضرورة ينفيه بس الآن عم ترجع تقول نفس المعلومات في هيك معلومات أنه صار في دور مباشر يعني اتصالات مباشرة مع الإسرائيليين وهذا الشي يعني بعيد كمان الوضع مسألة العمالة والاتهامات بالعمالة للناس بسبب الرأي وتهديدها بالأذى والقتل وتشويه سمعتها بسبب العمالة بينما حليف يسرح ويمرح وساعي بقول أنا مع حق إسرائيل بالوجود وساعي بقول أنا مع السلام مع إسرائيل وساعي بده يروح يقعد مع الإسرائيليين نعم يخفوا علينا شوية على كل حال هذا التصريح أو هذه المعلومة برسم التوضيح وأيضا أكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر